مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاترين أشتن في زيارة لمصر حاليا وخلال اللقاء أكدت أشتن أنها فخورة بزيارة مصر خلال تلك المرحلة الفارقة من تاريخها والتي تشهد بداية عصر جديد وتحول سياسيا هاما كما نقلت أشتن تطلع الاتحاد الأوروبي لاكتياز مصر المرحلة الانتقالية الحارقة كي تتحقق أهداف الثورة السياسية والاقتصادية كما أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي استعداد الاتحاد لتقديم كل دعم ممكن لمصر كي تعبر هذه المرحلة بنجاح من جانبي أكد شفيق نجاح مصر في تحقيق أهداف الثورة خلال الأسابيع الماضية بشكل غير مسبوك لقى إعجاب العالم أجمع كذلك التقى دكتور أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء ومساعد وزيرة الخارجية الأمريكية الذي أكد خلال اللقاء تطلع الولايات المتحدة الأمريكية بشغف لعملية التحول الديمقراطية التي تشهدها مصر ونجاح العملية السياسية بعد الثورة أشار دكتور شفيق إلى جهود حكومة تسيير الأعمال في وضع الأولويات الاقتصادية خلال المرحلة القادمة لضمان الوفاء باحتياجات المجتمع خلال هذه الفترة الحارقة وتفادي أية أزمات اقتصادية داخلية كما أشار رئيس العزراء إلى أن هناك وضوحا تما في الأجندة السياسية للفترة القادمة مشددا على عزم المجلس الأعلى للقوات المسلحة ضمان مشاركات كل القوى السياسية في المجتمع في العملية السياسية في إطار ديمقراطي وأضح دكتور شفيق أن تعديل بعض مواد الدستور يؤكد وحرص المجلس الأعلى للقوات المسلحة على إتمام جميع خطوات المرحلة الانتقالية بما انتهى الشفافية في أول خطاب له منذ بادي الاحتجاجات في ليبيا رفض الرئيس معمر القدافي التنحي عن السلطة وحضر المتظاهرين من أنهم ساوي ترجمة نانسي قنقر